كشفت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون عن تطوير صاروخ اعتراضيا يطلق قاذفات شائكة قوية على طائرات دون طيار تتسبب في سقوطها أرضا مع الحد من الأضرار الجانبية وتقوم تلك القاذفات المشابهة لخيوط رذاذ بالتشابك مع مراوح الطائرات دون طيار المعادية ما يتسبب في فقدان قوة الدفع وإسقاطها ونظرا لأن الطائرات دون طيار أصبحت جزءا أكبر من الحرب الحديثة فإن القوات المقاتلة تبحث عن طرق أكثر ابتكارا لإسقاطها أو تعطيلها وسيتم استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان وهي منخفضة التكلفة وقابلة لإعادة الاستخدام ويمكن إطلاقها بشكل جماعي للتعامل مع تهديدات متعددة